السلام عليكم نستكمل معكم ماورد بالمحتوي الثالث الخاص بمتلازمة جوسكا نتعرف في هذا المحتوي علي أضرار متلازمة جوسكا المتعددة وتأثيراتها على حياة المصاب بها ومن أهم أضرار متلازمة جوسكا وتأثيراتها تأثيرات نفسية يمكن أن تؤدي إلى حالات اكتئاب شديدة بسبب الشعور المستمر بالقلق وعدم الرضا وكذلك تدهور العلاقات الاجتماعية حيث يؤدي التفكير المفرط والقلق إلى عزلة اجتماعية يبتعد الشخص عن الأنشطة الاجتماعية ويقلل من التواصل مع لآخرين وهناك تأثيرات جسدية القلق المستمر يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات في الجهاز الهجمي انخفاض الانتاجية بسبب التركيز على المخاوف غير الواقعية قد يجد الشخص المصاب صعوبة في أداء مهامه اليومية بفعالية ممن يؤثر على انتاجيته في العمل والدراسة وكذلك الإجهاد المزمن الشعور الدائم بالتوتر والقلق يؤدي إلى حالة من الإجهاد المزمن الذي يؤثر على الصحة العامة تلك أضرار متلازمة جوسكا لكن بشكل عام هالمتلازمة جوسكا خطيرة وهذا سوف نتعرف عليه بأمر الله تعالى في المحتوي القادم مع تحياتي